في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بتسريع وطيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد تعد المحطة الوسيطة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن منظومة النظافة الجديدة وأكدت محافظة بني سويف أن المنظومة النظافة بالمحافظة تعد إضافة نوعية لمنظومة النظافة وخاصة أنها تخدم أكثر من مليون وستة وتسعين ألف نسمة بعدد من قرى ومراكز المحافظة في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وطيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد تعد المحطة الوسيطة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن منظومة النظافة الجديدة الموقع كان في أصله هو مقلب عشوائي ناصر ومن خلال مخطط الدولة تم استبدال الأماكن العشوائية بنقاط تجميع وسيطة أو نقاط تغلس آمن وسيطة الموقع هنا صم من أجل استيعاب كمية تصل ما بين 250 إلى 300 طن يوم لخدمة مركز ومدينة ناصر وبعض القرى المجورة لمركز ومدينة بني سويف ومركز ومدينة الوسطى المحطة المقامة على مساحة 1950 متر وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 طن قمامة في اليوم تم إنشاؤها بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة لتكون بذلك ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال وتضم المحطة بوابات خروج ودخول ورسيفة تفريغ وميزان أردي وترق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام الصرف الصحية ونقاط استقبال المخلفات الخطرة ومنطقة تفتيش للشحنات ومنظومة إطفاء حريقة مزودة بإنظار للحريقة الحقيقة العربيات بتخش من عندنا من القرى محملة بالقمامة بتخش على الميزان بتوزن بتطلع الرام بتفضي في الحاوية الحاوية بتشيلها وتوديها لمصنع تدور القمامة في قامو برادي وهذه المحطة وفرت كتير من تكلفة السولر والكويتش والحاجات التي تخص العربيات من أعمال محطة الوسيطة هي إضافة نوعية لمنظومة النظافة بمحافظة بنسويفة خاصة وأنها تخدم أكثر من مليون وست وتسعين ألف نسمة بعدد من قرى ومراكز المحافظة